على موضوع الإنسان الإنسان عشان نفهم النقطة إنسان عبارة غير إنه فيه مسارات طاقة مسارات الطاقة دي بتعمل للنهور بتعمل من خلال إيه بتعمل من خلال حاجة اسمها الشاكرات أو الشاكرس شاكرس دي عبارة عن إيه الشاكرس دي عبارة عن عجلات طاقة متوصلة بالغدد الليمفوية بتاعة الإنسان معظم العلماء المتخصصين حددوها بسبعة بس في بعضهم حددها باحتوش مش عايزين نخد فيها كتير بس هي عبارة عن حلقات طاقة متخصصة كل واحدة وليها مهمة توزع الإنسان يعني فيه ابتداء من المخ ومتوزع على الإنسان دي مهمتها إيه مهمتها إن هي تمتص الطاقة فيه بقى أنواع كثيرة من الطاقة بس هي أما طاقة الأسرية أو طاقة الكونية طاقة الأسرية دي سبحان الله إن هي من الطاقات الوعية وتتبع قوانين محددة اسمها قوانين الجذب الكوني إن لو فيه طاقة سلبية بتكتذب طاقة سلبية لو فيه طاقة إيجابية بتكتذب طاقة إيجابية فالشاكرس ديت يعني هي الوسيلة اللي هي بتاخد الطاقة بتوزعها على الجسم اللي هي مبره أيوة بتاخد الطاقة بتوزعها للجسم بتوزعها لكل خلايا بتوزعها لكل خلايا من نتائج دوت الإنسان نفسه حواليه محيط طاقة اسمه الهالة أو القورة القورة دي عبارة عن مجال حوالي الإنسان وعلى فكرة المجال ده زي بصمة الصباع يعني كل إنسان له بصمة ده متصور بتقنيت كريليون متصور من فترة بتقنيت اللي هي الفوتوغراف بتاع كريليون بس هي النقطة المهمة في النقطة دي إن الهالة دي زي بصمة الصباع كل واحد له هالته المتخصصة الهالة دي بتختلف باختلاف الإنسان يعني سواء مديا عيين أو سواء نفسيا تعبين أو حتى سواء مديا أو نفسيا بتختلف ألوانها وتختلف أشكالها وبتختلف قوتها الهالة دي ممكن تبقى في الشخص العادي لتلاتين سنتي حواليه وفي الشخص اللي هو صاحب القوى الروحانية ممكن تبتد لمسافات طويلة ودي ممكن برضو نفرد لها مرة نشرح إزاي يعني مثلا هنا عندنا ده مثلا هما سبع شكرات في الإنسان ده اللي تحت مثلا تصوير بتقنية كريليون الإنسان اللي بيبقى سوي وطبيعي بتبقى هالته بيضى ميلة للأزرق كلما بيبقى مثلا في عوامل عصبية عوامل تعكر مزيج عوامل مرض تبتدي تتغير ألوانها وتتغير وتتغير كذا اللي همنا في دي يعني يا ريت تخلي الصورة دي شوي عشان لسه نتكلم على الفوق هو طبعا فيه هالة أولانية وفيه هالة أخرى بتحميها بتحمي الإنسان ككل لكن أنا مش عايزة أسرف فيها عشان هنتكلم على حاجة تاني النقطة طبعا أن الهالة دي بتقوى بالإيمانيات ليه الإيمانيات بتقوى للمنعة الجسم الداخلي من كذا ناحية ليه طيب بس دكتور اشرحي الإيمانيات أصل الناس فكر الإيمانات أنه يصلي لا 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 ولا عنده ولا كأنه صلى الإيمان يبقى هو عنده قناعة شديدة جدا أن الرزق ده بتاع ربنا ده إيمان يبقى عنده قناعة شديدة جدا يبقى عنده بكل حج l'amore بقول لحد يسلمها لأمورها أنه عنده قناع أنه هو يشتغل ويبذل معليه ويترك الآخر كده مهدد رزق من الإيمان لأننا لو اقتنعت بداه حيبتدي أنا حب أكويس أقول لحضرك هاجة حضرك هتعقبني أننا هحيدا بس أقول لحضرك هاجة لعشان إيمانيات كلمة إيمانيات أقول لحضرك هاجة في منظومة تعمل على إحياء أموتها وفي منظومة تعمل على قتل أحياء أنا مقدرش أجي أطلب من إنسان هو إيه اللي يخلي الإنسان يظهر أسوأ ما فيه أنت ممكن نفس الشخص تظهر أحسن ما فيه ونفس الشخص تظهر أسوأ ما فيه إيه اللي يخلي شخص يظهر أسوأ ما فيه أنت لما تيجي تقتل الإنسان من جوا تملأ إحباط تقتل حلمه تقتل أنه يبقى عنده أمل في بكرة وأنه هيتعب ويعمل كذا وهيوصل يبقى أنت ما تجيش تطلب من الشخص ده لما يظهر تمرده لما يظهر أسوأ ما فيه أنت لأظهرت أسوأ ما فيه أنت مسؤول عن أنك أنت تحمي الشخص ده وتعامله بحب مسؤول عن الثقة يعني أنك أنت تدير منظومة ناس منظومة ناس لازم تبقى قايمة على تقوى الله وتبقى قايمة على الثقة والمحبة والصالح والانتماء نتعمل الصالح ما درش أجي أقول يا جماعة أصل كلمة تقوى الله دي كلمة يعني أصل تقوى الله دي كلمة بالمفهوم اللي احنا فاهمينه ده حدث فيهم حالة تانية لا أستاذ إبراهيم سيدنا عمر رضي الله عنه قال إيه قال إن الله يقوم الملك في الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة ليه ربنا أراد من البشر أن تأخذ بالأسباب إنك لن تهدي من أحبابته لكن الله يهدي من يشاء ولو شاء الله لأمن من في الأرض جميعا فأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين يعني عارفين دينا كويس والدين واضح في الجزئية دي إيه ده ولا سبيل ربك بالحكمة والمعاذة الحسنة نرجع معلش لقطة كده أنا عارفة هدكت إدي بس أنا مش بقى بعد إحنا في نفس الصياق يعني نرجع مثلا إيه هسكر قصة كده يعني أنا بحبها كان سيدنا إبراهيم دقى عليه عبر سبيل ودخل فسيدنا إبراهيم بقى كان كريم وكده فرح دبح وإيه وحضر له العشاء وكان الدنيا بالليل وراجل كان عجوز يعني فجي يأكل فسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيقول له أنت ما سمتش بإسم الله ليه قال له من هذا يعني إيه الله ده فقال له الله رب العالمين وكذا وكذا قال له لأ أنا بعبد النار فقال له إخسأ يا كافر وبتاعه راح ترضه فربنا بقى قال له تعالى هنا أنا عبدي ديان رزعته ستين سنة ولم أطلب منه شيئا عله يأتيني أنت عجزت أن أنت ترزقه ليلة واحدة فرح بقى سيدنا إبراهيم هارول بالليل وقعد يدور على الراجل وكذا وكذا قال له تعالى وأنا بعث ذلك ده ربنا عاتبني فيك قال له بقى إلهك عدبك في الكافر بيه وأنت المؤمن بيه وأنت ادعي إليه إذن فأنا أشهد أن لا إله إلا إلهك فالدين دين مبني على الحب دين مبني أنت تتقرب إلى الله حب أنك تعمل بطقوة من الله تعمل يعني كل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام مجملها إن الطقوة ها هنا إن الطقوة ها هنا إن في القلب مضغطا إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أنت تعمل تعمل العمل الصالح كلكم راعي وكلكم مسؤولون عن رعيته فساد الرعية معناه أن فيه منظومة فسدة والدليل على كأن أنت بتاخد أي فرد نصري تاخده في أي مجتمع منظومة صالحة بيتفوق على كل حوالي تفوق على كل حوالي فأنت ما تجيش معلش أنا أسفة بس ما تجيش تطلب من الناس إنك أنت ما تبقاش زي الغوغاية ما تنزلوش في الشارع يا جماعة كل واحد تشوف شغله كل واحد مش عارفة إيه من غير ما أنت تعمل لهم منظومة صالحة من غير ما أنت تجمع الناس دي بحب وللأسف يعني أنا مش فاهمة بصراحة يعني في حالة أنا أسفة يعني غريبة جدا الشعب مصري شعب طيب جدا بس أسوأ ما فينا هو اللي طالع دلوقتي الشعب المصري شعب طيب جدا بتحركوا لعطف وشهم جدا وردع جدا لو أنت جماعته على كلمة صح قلت له يلا ننقذ مصر عملت له مصر عملت له خطة عجلة لإنقاذ مصر خطة عجلة يدورها الحكماء وعلى فيك رايزة أقول حاجة مهمة جدا إن الكلام اللي بيتقال إن الشرعية للسنديق وكلام الشرعية عمرها ما كانت للسنديق في مجتمع غالبيته من الجوعة والفقراء والجهلاء والمرضى أنت لقيه ممكن أن تطرح منتج سيء لجماهير وتقول الشرعية للجماهير شرعية للسنديق شرعية السنديق إزاي عندك 60% تحت خط الفقر عندك حوالي 40% يعتبروا مش هقول أميين لكن في الجهلة شرعية للسنديق إزاي والأسف إن احنا مش هنوعد نجادل ونجادل لكن هي الناس أهم حاجة ضمير وصلاح القلب ودي حاجة بسيطة قوي لو احنا عملنا عليه عشان نلم نفسنا عشان مصر يعني ما عليش أنا أسف أن أقول الكلمة دي مصر بقى مش عادت في حالة خطر ده ده واحدة وقعه وإحنا بعملين نطعن فيها يعني ما حدش ذكر الخطورة اللي احنا فيها مش عايزين نبيد مع الموضوعنا أنا عارفة أنها هدراكها تتدايق مني لا 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 بس يعني ده من الحاجات المؤسفة طيب هو في الإيمان بس أنا كنت عايزة أوضح الإيمان لا أحد يتصور نروح يقضون نار في الجامعة ويتصور أنه هو ده الإيمان ما ربنا سبحانه تعالى لما قال إيه ألم يأني استغفر الله عزيزي رب ما معناه اللي هو أن تخشع قلوبهم لذكر الله يعني ربنا بيدعو الخشوع الخشوع ده حالة ممكن يعني أنت تستدعيها وتدعي أن أنت تدخل فيها بذكر قوة الله والإيمان به ومحبتك لله وكذا وكذا لأنه هو ده اللي بينعكس على الجسد وهو ده اللي بيعكس طاقة الإيجابية المضادة للطاقة السلبية اللي بترسخ يومياً في الأرض وإحنا نشكر ليه الطاقة السلبية دي بترسخ طيب أبنى الفصل أبنى الفصل بلخص اللي حدثت قلتي في هذا الموضوع أن الإنسان هو دوائر بتطلق طاقة وهي اللي بتترزي بالطاقة الكونية اللي حولنا وأن الطاقة الإنسان هذه الطاقة بتحمل الإنسان من حركة كتيرة أكتر حالة نقدر نقوم بها أي تقات سلبية الإيمان والوعي ما هو ليه برضو بس قبل ما نتلع الفصل لأن إحنا لازم نعرف ونتذكر إن إحنا عارفين كويس جيداً أن القرآن قبل ما يبقى كلام منطوك كانت طاقة نور يعني قبل ما ينزل كلام منطوك القرآن طاقة نور من النور الأعلى اللي هو الله نور السمات والأرض فهو كان طاقة نور لما إحنا بقى المفاعل بتاعه إن إحنا نرجعها لطاقة النور جيه وطاقة نور بقى غير محدودة لو إحنا كلمنا فيها غير محدودة تعتمد على إيه؟ تعتمد على المحرك اللي جوانا يعني أنت لو محركتش وعطت أرى قرآن كده والله لو إيه ولا هيحصل حاجة لو أنت بتقول كده بالكلمة لكن أنت لو قلت كلمة واحدة بس مقرآن أنت ممكن تنمام الإقان بالإيمان بالله والتسليم له والعمل الصالح وكذا وكذا هتنزل زي التفجير زي المفاعل النووي كده حواليك طب نتعب